أنت هذا الذي تقول به أنك سوف تقتص بمعنى ستستخدم الصراع العشائري في الأنبار أنه أنت تروح إلى أخوتك وولد عمك وبالتالي تأخذ ما تسميه بحق الأنبار عن هذا الطريق لأكو طرق قانونية لا لا إذا أريد أخذ حق بهذا الطريقة كان أخذتها من زمان وطب أثر ما معترامه هو ولا غيره هذه فوضى هذه غابة لا مو بها الطريقة هذه بس إحنا نقول نجمع نجمع الشوخ العشائر وتقعد الناس وتجي كل الناس للضرارات كنا نحضر إذا عدتهم شيئا مع لي وأنا أول ما طبيت بغداد وطبيت الروماندي قلت لهم بابي مفتوح اللي عنده شيء عليه خليجة ما انت الله والله إذا دين برقبتي والله لا وفيه أما إذا أحمد وغير أحمد لازم هم نستوفي الدين أبو قال النجم هم نستوفي الدين أحنا ما صار بنا قليل يش بيوتنا بيوتنا منه منه دمرها يعني بس الدواعش لا ما كان هناك من يوجه قاعد في غرفة السيطرة واعترفوا عليه القادة الأمنيين على أحمد أبو ريشة هو اللي قاعد هو ينطل حداثيات اثنيا خلصنا من موضوع الجيش ينطبوا أن الدواعش لبيوت نفجره وروح شوفه بالروماندي ما ظل منها ولا طابوك والحمد لله على العموم إحنا هذا الموضوع حتى أختم لك ياه في نصف دقيقة لا يمكن أن نسحب الشارع إلى تصفيات بينه وبين أحمد هذا الإنسان أو غيره أو أي مشكلة تجي الأنبار الموضوع فقط توضيح عبر الإعلام أنه هذا الشخص يجب أن يحاسب إذا بري الله يبري وإذا ثبتنا عليه لا والله حقنا والريد إحنا هذا شيء مشروع بس بالقانون مدى نتكلف فقط عن العروف أحمد أبو ريشة اسمع لهذا البشر شو نسوه راح أنطى مليون نصر لكل واحد دس على أحد البرلمانيين من الأنبار من جيب اسمه وقال له روح دولار دول دينار واحد مليون نصر من عمام البعلوان لا لا مليون نصر دينار وينك دولار هناك من ذول الناس وروحوا شتكوا على علي الحاتم نزيل بالله عليك وهذا مستخفاف بالقضاء العراقي يبالله عليك هاي دولة بصلاة أحمد عليكم شو نريد أن نحترم أحنا اليوم القانون بهذا البلد وهي بهذا الطريقة جاء تبشي الأمور ووحدة من مشكلة الفتن اللي حثت في زيارتي بعد زيارتي هو هذا المدعو أحمد أبو ريشا زيان جنجنونة ليه إيش لأنه أولا ميريدون نفتح باب أه أسمعني زيان أول شي ميريد نفتح باب من أدخل داعش يا أحمد أبو ريشا للأنبار وأرح أقول لي اللي هي ثانيا المدراء اللي جاي تعينهم بفلوس والوكالات اللي جاي تأخذ منهم أنت نقدر نطرح ملفاتهم على الملأ لو نقعد نتفاهم بياتهم وأنا أعرف كل زيان أخ نجموه كلكم وأنا من خلال قناتكم أقول لكم ياه والله العظيم يا أحمد أبو ريشا وهذا مع جل احترام العمام للبريشا يا أحمد البزيئ كل قطرة الدم سالت في الأنبار وكل بيت تنهدم والله من جو لحيتك أنت زيان كل المآسي اللي سويتها والقدار اللي جبتها لمحافظة راح أشيل كيابر قبتك أما سوى مؤتمرات والتشفة السوى راح على البمرعي سوى لفتنة راح على البحث سوى لفتنة وقام يفتر يخبث ويلوذ يا شيخنا العزيز أقول لها إثبت إن كانك رجل إنت الآن على النهار بس إسمح لي أقول لها إثبت إن كانك رجل وشيخ عشيرة وتقول الآن بالأنبار أطلب من نحمد أبو ريشا يطلع بالرمادي يتمشى واحده ويسلم على العالم ومني إلى هدية 5 سنون زيان إذا قدر يطلع هذا يعني أدوات السياسيين يا سيد نجم يا أخوي يعني إذا وصل لك الفكرة شونه مو مهاجمت لي أبو ريشا بس أقول لك إشلون السياسيين داي وضفون هيش أشكال في مجتمعنا وشون داي تنخلق الفتل أنا اللي قصدت من كلامي يا أخوي العزيز إنه مع الأسف مثل هيش أشكال جاي تعكز عليها السياسيين هاكم فلوس وخلقوا البلبل والمشاكل وانتبه لهذه المعادلة انتبه لهزيان أنت والمشاهدين حطونا في في معادلة يعني مع الأسف أقولها أنت أما أن تسكت عن الفساد وعن الظلم والدكتاتورية وأما يرجع لك لأرهاب أو هذا الأعمار اللي دعونا هو مقابيلة ترى مقابيلة يعادة المشاكل والتهجير هذه المعادلة سخيفة جدا يا سيد نجيم مجتمع مثل الأنبار ما يقاد بهذه الطريقة انقل فلان وذب فلان سجن وانا عندي مقطع صوتي رح أدزلك ياه اسمع انت انت حكم هسمواني أحد المواطنين انتقد نائبة محسوبة على تقدم 14 يوم ايش بعد شاتل على شنهم احنا وان عايشين بس أردفتهم أنا مارد جرح بأحد هذه المرة بس قسما بالله وهذا اعتبره تهديش اعتبره اعتبره ايه اذا اعتقل اي شخص من الأنبار على حرية الرأي طبعا الرأي مو الجسار والافشار على الحلبوسي الحلبوسي او على السياسي لا ما مقبولة بس اي تعبير عن الرأي اذا يعني واجهوه بمثله شفعال لا بالله رح نخرب الدنيا على رسم هالمرة هذه انا جبيلهم انا جبيل كل سياسي يتعدى عليه الانبار بهذه الطريقة